موسيقى مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الخامسة الابتدائي درسنا اليوم يونت ثري لسن سيكس اليونت الثالث الدرس السادس سبورت سار غريت الرياضات عظيمة موجودة بصفحة 48 من كتاب الطالب صفحة 46 من كتاب النشاط قبل ما نود الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب لسمى الأستاذ طاحسين ودرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديوهات دورة الخامسة الابتدائي بصفحة 48 من كتاب الطالب مكتوب أعلى صفحة ماي ماجزين مجلتي سبورت سار غريت الرياضات عظيمة ومنطيني مجموعة من الصور ذكرنا بدوره السابقة أنه دا صاد فتني كلمة ماي ماجزين بأعلى صفحة كعنوان للدرس نعرف أن القطعة المتعلقة بهذا النشاط هي قطعة مهمة جدا بالامتحان التحريري ووضحنا بدوره السابقة شنو أهمية قطعة الكتاب من الممكن أن يجيب ليهاها الأستاذ بالامتحان الشفوي خصوصا بامتحان رزغاء يقرال القطعة مرة ومرتين وثلاثة لحد ما أفهمها وبعدها يقرال الأسئلة المتعلقة بيها وهي عبارة عن أسئلة يسونو أو ترو فول صح وخطأ طبعا أسئلة هذه القطعة موجودة بالدرس القادم اللي هو اليونت الثالث الدرس السابع أو قد يجيب ليها بالامتحان التحريري يجيب لذن النصوص على شكل قطعة مرتبة ويجيب للأسئلة المتعلقة بيها كذلك عبارة عن أسئلة صح وخطأ ترو فولس أو قد يجيب ليها على شكل فراغات مثل ما رح نجل نوضح إذن هذه القطعة قطعة جدا مهمة بالامتحان التحريري وكذلك الامتحان الشفوي تحديدا بامتحان رزغاء فرح نقرأ القطعة نوضح مفرداتها ونحل الأسئلة المتعلقة بيها اللي موجودة باليونت الثالث الدرس السابع اللي هو المفروض نحلها الدرس القادم لكن رح نحلها بهذا الدرس لأنها متعلقة بالقطعة مكتوب أعاد القطعة اللي موجودة بصفحة ثانية من كتاب الطالب listen and read استمع وقرأ match the numbers طابق الأرقام أرقام هذه النصوص and the pictures on page 49 طابقها مع الصور الموجودة في صفحة 49 اللي هي هذه الصور فرح نقرأ النصوص ونطابقها بالصور وبعدها نحل الأسئلة المتعلقة بيها number one أولا صورة هذا الشخص يتحدث يقول I like sports أنا أحب الرياضات because I like to be in the park or outside أنا أحب الرياضات لأني أحب أن أكون في المتنزه أو في الخارج I don't like sitting inside أنا لا أحب أن أجلس في الداخل في داخل البيت every day كل يوم I prefer sports to computer games هذه الجملة جدا مهمة أنا أفضل prefer معناها يفضل I prefer أنا أفضل sports الرياضات to computer games أفضل الرياضات على ألعاب الحاسوب إذن هذا الشخص يفضل الرياضة يفضل أن يقوم بالرياضة بدلا من أن يلعب ألعاب الحاسوب هذا ما يخص النقطة الأولى هي صورة من الصور اللي موجودة بصفحة 49 اتناسب هذا النصب أدور بالصور ألقى صورة هذا الشخص اللي لابس شفقة مثل ما موجود بصورة الشخص لذلك أخلي رقم واحد أمام هذه الصورة number two ثانيا صورة هذه البنت تتحدث تقول sports are fun الرياضات ممتعة here I am at the water park ها أنا ذا في المتنزه المائي المتنزه المائي هذا عادة ما يكون مخصص للأطفال اللي لعبون بي على شكل زحليقات تؤدي للماء مثل ما موجود بهاي الصورة water park with my friends مع أصدقائي ها أنا ذا موجودة في الصورة مع أصدقائي في المتنزه المائي ومكتوب عليها have fun تمتع بي على المتنزه المائي إذن أخلي رقم النص اللي هو رقم 2 أمام هذه الصورة إذن المتنزه المائي هو مكان مخصص للأطفال للعب الأطفال بالماء number three ثالثا I want to learn a new sport هذا الشخص يتحدث يقول أنا أريد أن أتعلم رياضة جديدة I want to ride my bicycle أريد أن أقود دراجة الهوائية at the sport club في النادي الرياضي with my friends مع أصدقائي يا صورة من ذن الصور الموجودة في صفحة ساعة أربعية من كتاب الطالب تناسب هذا النص أكيد صورة هالبنية اللي لابسة خوذة الدراجة بالضبط مثل صورة هالبنية اللي كذلك لابسة خوذة الدراجة ومكتوب عليها learn a new sport تعلم رياضة جديدة مثل ما ذكرت بالنص I want to learn a new sport أريد أن أتعلم رياضة جديدة إذن أخلي رقم النص اللي هو رقم ثلاثة أمام هذه الصورة number four رابعا صورة هذا الشخص يتحدث يقول in the photo في الصورة I am with my football team أنا مع فريق كرة القدم الخاص بي I think that making friends is the best thing about sport أعتقد بأن صنع الصداقات هو أفضل شيء عن الرياضة إذن الرياضة تطيني فرصة أني أكون صداقات جديدة حسب رأي هذا التلميذ يان صورة من الصور اللي موجودة في صحة 49 تناسب هذا النص أكيد هذه الصورة اللي مكتوب عليها make friends اصنع صداقات أو كون صداقات جديدة خلي رقم النص أمام هذه الصورة number five خامسا there are lots of new rules هناك الكثير من القوانين الجديدة to learn in this sport لكي نتعلمها في هذه الرياضة in the photo في الصورة you can see my teacher يمكنك رؤية معلمي my partner وزميلي and me وأنا the teacher is showing us a new rule ومعلمنا يظهر لنا قانون جديد هي صورة من الصورة اللي موجودة في صفحة 49 من كتاب الطالب تناسب هذا النص أكيد هذه الصورة اللي مكتوب عليها learn rules تعلم القوانين صورة المعلم وهذا الشخص اللي يتحدث وزميلة فأخلي رقم النص اللي هو رقم خمسة أمام هذه الصورة number six هذا الشخص يتحدث يقول I go swimming three times a week أذهب للسباحة ثلاث مرات في الأسبوع swimming is great السباحة عظيمة I think it is the best way to keep healthy هاي الجملة جدا مهمة أعتقد بأنها أفضل طريقة للبقاء صحيا healthy صحي إذن السباحة تعتبر من الرياضات التي تبقي جسم صحي يا صورة من الصور المناسبة لهذا النص أكيد صورة هؤلاء الأشخاص اللي يقومون بالسباحة مكتوب عليها keep healthy ابقى صحيا فأكتب رقم النص اللي هو رقم ستة أمام هاي الصورة إذن بعد ما قرنا القطعة ووضحنا مفرداتها وطابقنا النصوص بالصور اللي موجودة صفحة 49 من كتاب الطالب ننتقل إلى الأسئلة المهمة جدا المتعلقة بهذه القطعة اللي موجودة باليونت الثالث الدرس السابع عنوان الدرس check my understanding تفحص أو تفقت فهمي هذه الأسئلة عبارة عن أسئلة yes or no أو true false صح وخطأ يقول لك read sports are great اقرأ قطعة الرياضات عظيمة اللي قرناها قبل دقيقة again مرة أخرى color the correct sentences لون الجمل الصحيحة and write the wrong ones again واكتب الجمل الخاطئة بشكل صحيح إذن أقرأ الجملة أشوفها إذا صحيحة ألونها وإذا خاطئة أعيد كتابتها بشكل صحيح فمثلا number one أولا you need to learn lots of rules to go to the water park تحتاج لتعلم الكثير من القوانين لكي تذهب إلى المتنزه المائي الإجابة صح له خطأ ذكرنا أن المتنزه المائي هو مكان مخصص للأطفال وهو مجرد للمتعة ما بي قوانين معقدة لتعلمها على ممكن نقدر الروح المتنزه المائي القوانين متعلقة بكرة القدم أو بالكاراتي مثل ما وضحنا بالنص اللي قرأنا قبل دقائق إذن الإجابة صح له خطأ الإجابة أكيد خاطئة لذلك أعيد صياغتها أقول no كلا you don't need to learn lots of rules to go to the water park أنت لا تحتاج لتعلم الكثير من القوانين لكي تذهب إلى المتنزه المائي فأقول no you don't need to learn lots of rules to go to the water park أنت لا تحتاج أن تتعلم كثير من القوانين للذهاب للمتنزه المائي it's just fun إنه فقط للمتعة هذا ما يخص النقطة الأولى إذن النقطة الأولى جوابها no خطأ number two ثانيا he prefers playing computer games to doing sports هو يفضل لعب ألعاب الحاسوب بدلا من الرياضة الإجابة صح له خطأ شرحنا بالنص أن جميع الأشخاص اللي موجودين بالصور اللي شرحناها قبل دقيقة يفضلون الرياضة بدلا من ألعاب الحاسوب وهو هنا يقول لي يفضل الحاسوب على عمل الرياضات إذن الإجابة صح له خطأ الإجابة أكيد خطأ أبدل playing computer games بدلا من السبورت فصير الجملة صحيحة أقول no كلا he prefers doing sports هو يفضل الرياضات to playing computer games على لعب ألعاب الحاسوب الجملة صارت صحيحة بهذه الطريقة number three ثالثا being in a team أن تكون في فريق is a good way to make friends هي طريقة جيدة لعمل صداقات الإجابة صح له خطأ ذكرنا بالقطعة أنه من الأشياء الجيدة في الرياضات هو أنك تكون صداقات جديدة تكون في فريق وتكون صداقات جديدة لذلك الإجابة صح له خطأ الإجابة كي صح أن تكون في فريق هي طريقة جيدة لعمل صداقات إذا الجملة صحيحة شا سوي ألونها واكتب جواها yes number four رابعا the boy thinks that swimming is a good way to keep healthy الفتى يظن بأن السباحة هي طريقة جيدة أن نبقى صحيين healthy صحي الإجابة صح له خطأ ذكرنا بالقطعة أن السباحة هي من الرياضات التي تجعل الجسم صحيا لذلك الإجابة صح له خطأ الإجابة أكيد صح فألون الجملة باللون الأحمر وأكتب تحتها yes هذا ما يخص الأسئلة المتعلقة بالقطعة أسئلة جدا مهمة بالامتحان التحريري أحاول أفهم القطعة أعيد الشرح المتعلق بيها مرة ومرتين على مدى أفهمها وأحاول أحفظ الأسئلة ولأجوب مالتها لأن جدا مهمة بالامتحان التحريري بالسؤال الأول يجيب للقطعة ويجيب للأسئلة المتعلقة بيها اللي هي هاي أربعة أسئلة أو بالامتحان الشفوي بتحديدا بامتحان الأصغاء مثل ما وضحنا الأستاذ يقرأها مرة ومرتين وثلاثة ويجيب للأسئلة المتعلقة بيها اللي هي أسئلة yes و no طبعا هو الأستاذ يطلب فقط yes و no من يطلب تصحيح الجملة لذلك ننتبه تصحيح الجملة ما يحتاج مجرد أن أحفظ هاي الجملة yes لو no وهذا الشي عرفة من خلال فهمي للقطعة ننتقد إلى كتاب النشاط تمرين أي listen and read about what's on TV استمع وقرأ عما موجود في شاشة التلفاز من طين شاشة التلفاز ومكتوب بها TV programs and information البرامج التلفزيونية التي ستظهر في يوم الثلاثاء Tuesday و Wednesday Toよね مجموع من البرامج اللي راح تظهر بيوم الثلاثاء والأربعاء كل برنامج وعنوانه والوقت اللي راح يطلع به طلب من أني أن يسمع المقطع الصوتي وأقرأ هذه البرامج راح نسمع المقطع الصوتي ونتعرف على البرامج اللي راح تطلع بيوم الثلاثاء والأربعاء وبعدها نعرف شين المطلوب حفظه من هذا النشاط خلني اسمع المقطع الصوتي أول شي Track 54 Activity Book Unit 3 Lesson 6 Listen and read about what's on TV Hello, today is Tuesday We have some exciting programmes for you At 6 o'clock there's our new programme, Learn to Paint Today we are learning how to paint butterflies At 7.15 we visit Baghdad's new sports club This is a very interesting programme Then at 8 there's football and the big match Then later at 9.30 we look at one of our favourite sports Today it's basketball And for tomorrow's programmes At 5.45 there's World Tennis And at 6.30 there's Gymnastics At 8.45 we're going to learn how to cook chocolate cookies Finally at 10 o'clock there's a programme about volleyball So after we listen to the sound and talk about the programmes that will appear in the 3rd and 4th We'll go ahead and share the programmes At 7.30 we learn to paint The programme is called The programme that will appear in this programme The programme is the programme of butterflies in the 3rd The programme is the programme of butterflies And at 7.15 we're going to go ahead and share the programme in the neighbourhood Let's visit Baghdad's new sports club We'll go ahead and share the programme D'all Let's visit Baghdad's new sports club B'gdad's new sports club On the 8th Football Football On the 8th Football By Football On the 9th On the 9th Football With our favourite sports رياضتنا المفضلة يتحدثون في يوم الثلاثة عن الباسكتبول ونزدي في يوم الأربعة في الساعة الخمسة وخمسة واربعين دقيقة وورلد تنس برنامج التنس العالمي والساعة السادسة والنص كيب هيلثي برنامج ابقى صحيا عن الجيمناستيك أما في الساعة الثامنة وخمسة واربعين دقيقة ليرن تكوك تعلم الطبخ أما في الساعة العاشرة برنامج فرق كرة طائر المشهورة هذا ما يخص تمرين أي عرفنا البرامج اللي رح تطلع بيوم الثلاثة والاربعاء وتوقيتاتهم وشن تفاصيلهم بتمرين بي يريد من عندي اختر برنامجين من البرامج اللي ظهرت لدك بهاي الشاشة اكتب اسماعهم فهنان التلميذ مخير اني اختارت برنامجين برنامج ليوم الثلاثة وبرنامج ليوم الاربعاء لكي يشاهدهن فذلك البرامج يكتب اسماعهم في يوم الثلاثة مثلاً يختار التلميذ يقول learn to paint تعلم الرسم فيكتب اسم البرنامج اللي هو learn to paint اما في يوم الاربعاء كذلك يختار برنامج ثاني ويكتبه مثلاً كتبنا world tennis عالم التنس هذا ما يخص تمرين A وتمرين B عرفنا البرامج عرفنا توقيتاتهم والأيام اللي يخرجن بيهم وعناوينهم اختار التلميذ برنامجين راح يشاهدهم في يوم الثلاثة وفي يوم الاربعاء تمرين أجب على الأسئلة المتعلقة بالبرنامجين اللي اختارتهم التلميذ مو اختارت برنامجين لازم يجاوب على الأسئلة المتعلقة بين البرنامجين اللي اختارهم مثلاً البرنامج الأول اللي اختارناه احنا شسميناه learn to paint تعلم الرسم فهنا نجسيلك يقول لك what time does it start ما الوقت الذي يبدأ فيه البرنامج اللي اختاريته البرنامج الأول فأروح على الشاشة learn to paint تعلم الرسم يبدأ الساعة السادسة فأقول لها add 6 o'clock الساعة السادسة يبدأ في الساعة السادسة what time does it finish ما الوقت الذي ينتهي فيه هذا البرنامج اللي اختاريته فكذلك أرجع للشاشة البرنامج اللي بعده يبدأ بالساعة السابعة و 15 دقيقة إذن ينتهي الساعة السابعة و 15 دقيقة فأقول لها add 7 15 في الساعة السابعة و 15 دقيقة وبالنسبة للبرنامج الثاني كذلك what time does it start ما الوقت الذي يبدأ فيه البرنامج الثاني اللي اختاريته فأروح أشوف world tennis عالم التنس ساعة الخامسة و 45 دقيقة فأقول لها add 5 45 في الساعة الخامسة و 45 دقيقة what time does it finish ما الوقت الذي ينتهي فيه أقول لها add 6 30 في الساعة السادسة و 30 دقيقة هذا ما أخص تمارين A وتمارين B وتمارين C لاحظنا أنه 3 تمارين كلهم واحد متعلق بالآخر وجميع عبارة عن أنشط تصفية غير مهمة بالامتحان الشهري سواء كان امتحان الشفوي أو حتى الامتحان التحريري ننتقل إلى تمرين D كذلك متعلق بيهن look at the information about TV programs انظر إلى المعلومات عن البرامج اللي منطنياهن بالشاشة ask and write the answers اسأل وأكتب إجاباتك هنا عبارة عن نشاط صفي بين تلميذين يعملون محادثة عن البرامج اللي اختاروها بالصف كل تلميذ اختار برنامجي فيسوون محادثة على ذن البرنامجي اللي اختاروها شون يعني؟ يعني مثلا التلميذ الأول يسأل التلميذ الثاني what are you going to watch on Tuesday ماذا سوف تشاهد في يوم الثلاثاء التلميذ الآخر هم كتب إجاباته هم اختار لبرنامجي فرح يجابه مثلا التلميذ الآخر يقول له I am going to watch أنا سوف أشاهد مثلا learn to paint تعلم الرسم what about you يسأل يقول له ماذا عنك التلميذ الآخر يجابه يقول له I am going to watch أنا سوف أشاهد مثلا keep healthy ابقى صحيا التلميذ الآخر يسأل what are you going to watch on Wednesday ماذا سوف تشاهد في يوم الأربعاء خلصنا من الثلاثاء نجي تشوف التلميذ الآخر شن البرنامج اللي اختاره في يوم الأربعاء يقول له I am going to watch مثلا world tennis عالم التنس what about you ماذا عنك الطالب الآخر يجاوبه I am going to watch أنا سوف أشاهد مثلا football كرة القدم هنا أنا يسأل مرة ثانية what is your favorite TV program ما هو برنامجك المفضل التلميذ الآخر يختار برنامج مفضل من ذنب البرامج اللي موجودة على الشاشة مثلا يقول له it's learn to cook تعلم الطبخ and yours ماذا عنك أو ما هو البرنامج المفضل الخاص بك التلميذ الآخر كذلك يختار برنامج مفضل إليه ويكتبه فيقول له مثلا basketball إنها كرة السلة هذا مجرد نشاط صفي لتطوير مهارة التحدث عبارة عن محادثة بين تلميذين عن البرامج اللي اختاروا مشاهدتها في يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وكتبوها وكذلك جابوا عن الأسئلة المتعلقة بيها اللي بتمرين C تمارين هاي الدرس كلها للاطلاع غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي لاحظنا إنه عبارة عن تمارين سماعية تمارين A تمارين سماعي وتمارين B يعتمد على رأي التلميذ إنه يختار برامج اللي موجودة على الشاشة وتمارين C يجاوب على أسئلة متعلقة بهالي البرامج اللي اختارها أما تمارين D فهو تمارين محادثة نشاط صفي داخل الصف عبارة عن محادثة بين تلاميذين كذلك عن البرامج اللي اختارها والبرامج المفضلة لها التلميذ إذن جميع تمارين هذا الدرس للاطلاء غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بقطعة جدا مهمة شرحناها ووضحنا مفرداتها وحلنا الأسئلة المتعلقة بيها اللي هي عبارة عن أسئلة يسونو وقلنا هاي الأسئلة للحفظ اتفيدني بالامتحان الشفوي بامتحان الزغاء يقرأ للأستاذ القطعة مرة ومرتين وثلاثة ويسألني بالأسئلة المتعلقة بيها عبارة عن أسئلة يسونو أو يجيب ليها بالامتحان التحريري بالسؤال الأول يجيب للقطعة ويجيب لي الأسئلة المتعلقة بيها كذلك على شكل أسئلة يسونو ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو سفسار أو أضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة معكم على الشاشة